اجتماع اليوم اخصصناه اليوم العالمي المدرس بما هي المناسبة من اهتمام لدى نساء ورجال التعليم اه والزامن مع الدخول المدرسي بما ان الدخول المدرسي اعرف بزاف ديال المشاكل اعرف بزاف ديال الاختلالات من ناحية من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون شناع لان اه كان بعض المؤسسات اللي كانت كتعرف ومازال كتعرف اكتضاد ما عرفناش السبب لاش راجع كان الاباء كيتشكاو واحد المجموعة ديال الوليدات مالقوش بلايسهم في بعض المؤسسات التعليمية نظرا قلنا لهذا الاكتضاد وثم انه كان عدة اشياء اخرى ما بغناش نبوحو بها دابا نقولها تايجي الوقت ديالها والوقت المناسب باش يمكننا نعنو على هاد المسائلات دي كذلك بالنسبة ان احنا في هذا الاجتماع غدي يكون كي يتضمن عدة نيقاط من جملة هاد نيقاط هادية بعض الفروع غدي نحاولو باش نوزوها على الجيات كذلك بالنسبة للنظام الاساسي غدي نقشو مع نساء ورجال التعليم ونشوفو اشنا هي المسائل اللي بقمات موافقاتش على الوزارة وبقمات اخداتش فيها واحد القرار اه بالنسبة للجو العام بالنسبة الدخول المدراسي مرفشي ظروف اللي هي مكانش كت اه اه كينتظرها الاب او الولي او احتى بالنسبة للطقم اللي هو كي يشتغل في التعليم اذا هنا بالنسبة انه كنشوفو على انه كجمعية دي كمشتمع مداني كنحاولو نطرقو لعدة اشياء وكنحاولو باش نلمحو لعدة اشياء اللي هي في هاد الاختلالات باش كي تم تقويم ديالها من طرف الوزارة ومن طرف الجياء ومن طرف المديريات اللي هي تابعة لهاد الجياء هذه احنا كنتوجدو في جهة ضرب ضسطات كتعرفو ان الشساع دي لهاد المنطقة هادي هي كبيرة بزاف ولا غادي نحصروا المشاكيل ما يمكنش ان نحصروا لانه فهمي بزاف ما يتقال كين بعض المضارع المتصرفين الطربويين كي اعتقدوا لانه المؤسسة التعليمية اصبحت ملك اللهم واحتكار اللهم وهذا اللي كيسبب عدة المشاكيل اللي كيخلي الاب كى أرقوهم هذا المسألة هذه أنا كنزراء لالاندراسة العمومية نهايك على المدراسة الخصوصية اللي فهها عدة مشاكيل وكتعاني منها حتى الجياء منها تزيادة المهولة اللي عرفتها في هذه الاونة الاخيرة في كل دخول مندراسية كانعرفو زيادات اللي هي تقريبا كتا كتعيق الجيب ديال الاب او الوالي لأنه بالنسبة لي بزاف عليه انه كل مرة نعرف بأن مثلاً بالنسبة للسكانيات واحد كاريرا كي على ثلاث سنين على كتزادوا عشر في المئة واشهدوا ديما خصوا في كل بداية الموسم الدراسي مئتين درهم تلتمية درهم ناهيك على الواجيب اللي خصويت تعطى اللي هو غير مفهوم وضرفه أمزازي ولكن حتى الساعة بقى الأمور بقى ما توضحتش دونك على الجهة والمديريات اللي تابعين لهم هذه المؤسسات الخصوصية إفاد لجان اللي تحقق من هذه المشاكل وحصنا باش نراها بالأمان هدروع للبرامج والمناهج هدروع للمشاكيل اللي كينها والكتب المدرسية لارتفاع ديال السومة ديالها وكفا من لعبات دونك خصنا باش نحاولوا نرجعوا للمدرسة العمومية ديك الرونق ديالها ودك الجودة ديالها ورقصنا نحاولوا باش نحسنوا من الظروف ديال المؤسسات التعليمية ودك الاكتضاد اللي احنا كنجي وكنعطيه انا في جمعية ولكن ما يمكنش لي نعطيها الجمعية نعطيها اقسام ونخلي الاكتضاد داخل القسم او داخل المؤسسات نقصنا الرعي وليد مسألها دي ونعودوا نراجعوا نفسنا ونمشيوا للأمام باش تكون النتيجة تكون احسنة